موسيقى فإذن هذه الرسالة تسمى المأمورية العظمة هذه المأمورية أحبائي تعتبر أولاً رسالة فريدة بموضوعها الموضوع هو المحبة للجميع بغض النظر ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا لأنه هكذا أحب الله العالم فإذن هذه الرسالة فريدة بموضوعها لأنها أيضاً رسالة الخلاص رسالة الشفاء، رسالة التحرير وطبعاً تعتبر رسالة الحرية فموضوعها كتير كتير مهم شيء آخر، هذه الرسالة مهمة بحامليها تصور معي، الله بيستخدم الصيادين وبعد القيامة، بعد حلول الروح القدس بطرس بيذهب إلى منطقة الهيكل وبيكرز تلت تلاف نفس فالله جعل الجهلاء وغير الحكماء يكونوا أبطال بالإيمان يقفوا ويكرزوا بكل جرأة وبكل جهارة باسم الرب يسوع المثيح ثم هذه الرسالة مهمة بنتائجها دائماً في نتائج، دائماً في بركة، دائماً في خلاص دائماً في شفاء، دائماً في تحرير، دائماً في تبرير دائماً في طبعاً قيادة النفوس إلى الحياة الأبدية والضمان الأبدي ثم أحبائي، أهميتها الرسالة مهمة جداً بسبب يسوع هو الذي أرسل أو يرسل فهو الذي أرسل الأنبياء وأرسل الروح القدس بل أرسل التلاميذ إلى كل أنحاء العالم وهذا ندل على الشيء بدل أنه نحن بنتكلم مش عن شخص مية لكنه حي، كما قال إني حي أنتم ستحيون أيضاً كل الأديان بتدور وبتتمحور حول شرائع تقوس، عدات، فرائد، نوميس نحاول أن نطبقها لكن المسيحية تتمحور حول شخص وهذا الشخص هو الرب يسوع الحي الذي له القدرة على التغيير والتبرير والشفاء والحرية والصنع الآيات والمعجزات إلى يومنا هذا مما يجعل المأمورية العظمى فريدة من نوعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر